موسيقى الاخوان المسلمون في السعودية ملف شائك ومعقد ومنذ ان اسس حسن البن جماعته قبل تسعين عاما كان من اهدافها محاولة الانتشار خارج مصر للتأثير على مساحات اوسع من العالم العربي والاسلامي ومد ذراع ما يعرف بالتنظيم الدولي للاخوان عبر الحدود والقارات في هذه الحلقة نحاول ان نرصد مدى نجاح هذا التنظيم في التسلل الى داخل المملكة وهل كان موجودا في شكل افراد او تيارات فكرية ام انه نجح في ان ينشئ تنظيما حقيقيا يقوم بالتجنيد والعمل الحركي والتنسيق الكامل مع اذرع الاخوان الاخرى في مصر والعالم حلقة جديدة من صناعة الموت اهلا بكم اما بعد فاستنادا الى الامر الملكي الكريم رقم الف تقسيم 44 وتاريخ الثالث من الشهر الرابع في مارس 2014 اعلنت السعودية تنظيم الاخوان المسلمين ضمن المنظمات الارهابية التي يجرم الانتماء اليها او دعمها باي شكل من الاشكال وحسم هذا الاعلان علاقة مراوغة وشائكة جمعت بين التنظيم الدولي للاخوان وبين العديد من الشخصيات والتيارات الفكرية داخل المملكة منذ الستينيات من القرن العشرين تسرب الالاف من اعضاء التنظيم في مصر وسوريا الى السعودية وبلدان الخليج العربي هربا من ضغوط الانظمة القومية الناصرية في مصر والبعثية في سوريا والعراق وانشط هؤلاء في الدعاية لافكار الاسلام السياسي والتسلل الى مناهج التعليم في المدارس والجامعات وعرفت الساحة اسماء لتيارات مثل الصحوة او السرورية بدت وكأنها نعكاسات محلية لافكار الاخوان ولكن من دون ان تصبح كيانات تنظيمية لها تشكير محدد ولكن هناك من يؤكد ان تنظيم الاخوان المسلمين كان حاضرا بشكل كامل وسري في المملكة كجزء من التنظيم الدولي للاخوان المسلمين ومن الذي وفر له الكتب؟ خالد اسبيعي كان عضوا سابقا في هذا التنظيم التقيناه ليروي لنا عن تجربته هل يوجد تنظيم لجماعة الاخوان المسلمين في السعودية؟ نعم وباختصار شديد جدا انا احد اعضاء التنظيم في السعودية وانا انضميت الى تيار الصحوة الصحوة الاخوانية السرورية التي اليوم ارى انها صحوة مضللة ولان نتكلم فيها العلماء من هيئة كبار العلماء عندنا كالشيخ صالح فوزان حبيض الله وانكر هذا المسمى لانه هذه الصحوة معناها انه دين جديد ودخلت من الصحوة من عام 1401 هجري يعني عام 81 من يوم كنت في اولى ثانوي طيب ولكن عفوا للمقاطعة هناك من يفرق ما بين الصحوة تنظيم الاخوان والسرورية لا الصحوة التي انشأها هم الاخوان وبعد ذلك حصل نتوء خبيث من تنظيم الاخوان اللي هو التنظيم السروري على يد سرور زين العابدين محمد سرور بن نايف السوري الذي جاء بعد ما طرد واحتضنته السعودية فاذا به يكون تنظيم جديد نافس فيه المنع القطان اللي كان اول مرشد او اول مراقب للاخوان المسلمين في السعودية فرأى كيف ان الاخوان ومنع القطان كيف استطاع ان يجد بالسعوديين في هذه الدعوة الاخوانية الاخوانية ليش؟ لان فيها جذب الشباب جماهيريا وفيها كسب الاموال لدعم التنظيم الدولي فوجد ان فيه طريقة جديدة تصلح في السعودية وفي الرياض والقصيم على وجه الخصوص قد يتوفق فيها على منع القطان وهي ان يلبس عباءة محمد بن عبد الوهاب وكرفتت سيد قطع كيف ذلك؟ يعني يدعي المنهج السلفي منهج محمد بن عبد الوهاب السلفي الذي هو عشق الشباب السعودي ويقتدون به وهو اهل الاقتداء وفكر سيد قطب فجمع بين الامرين فسحب البصاط في ذلك الوقت من نع القطان وتكونت هذه الجماعة اللي هي الجماعة السرورية نسبة لمحمد بن نايف محمد سرور ولذلك هو اعترف بنفسه في قناة الخوار هو اعترف بنفسه مع عزام التميمي قال ان الذي اخرجني من السعودية هو منع القطان وموجود في اليوتيوب فالصحبة الاسلامية بدأها الاخوان ثم انبثقت منها السرورية فهذه الصحبة انا عشتها ومن عام واحدة وثمانين تخيل تخيل انه من واحدة وثمانين شوف في ذلك انا في اولى ثانوي من كثر الكلام من كثر الكلام الذي قيل عن هذه الصحبة وعن الاخوان وعن جهادهم وعن تاريخهم وتخوينهم كالعادة هنا وجد دليل لحكام المسلمين فرحنا بمقتل انور السادات وانا في اولى ثانوي والشباب اللي معي كلهم فرحوا ليش؟ لان الصورة التي صدرت عن انور السادات مع نوقات اليهود انه عدو الاسلام فاقصد ايش؟ انه هذه انا تركت التنظيم طبعا في واحدة وثمانين طيب قبل تركك للتنظيم نود ان نعرف كيف تم استقطابك بهذا التنظيم تنظيم الاخوان المسلمين وهل كنت تعرف ان هناك في الاصل تنظيم اسمه تنظيم الاخوان؟ نعم طبعا بدأت عملية استقطاب من اناس يأتون الى المساجد وينظرون الى الشباب الذين يصلون فيطلبوا منهم اننا ودنا ما شاء الله عليك انت تصلي ورجل فيك خير ايش عندنا اليوم رحلة بحرية فتذهب معهم من الرحلة البحرية في وقتنا في واحدة وثمانين ما كنت تشوف واحد ملتحي وثوبه قصير ويلعب الكرة فحنا تفاجأنا يعني كيف هذا ولا يلعبون كرة وفي الليل حفلة سمر واناشيد وآكل وطبخ وشوي يعني اجواء جديدة وممتعة فبدأت عن طريق الرحلات وعن طريق البرامج هذه ثم بعدين يوم ذهبنا الى الجامعة جامعة الملك فهدي بيترون معادل تم استقبالنا وهي كانت مسيطرة عليها من قبل التنظيمات الإخوانية والسرورية على مستوى العميد والدكتور وما شاء الله نعرف ومجلسنا معهم هذا الكلام سنة كم؟ ثلاثة وثمانين مع العلم ان هذه الجامعة ليست جامعة علوم شرعية او اصول دين او ما الى ذلك هم يحرصون على هذه الجامعات لان فيها ناس كما يقولون اذكية ويؤثرون على عامة الناس بانهم يدرسون عيالهم في تقوية مرات في الفيزيو والرياضيات ما شفى ذلك ويبتعدون عن مسمى الشيخ مراتها هذا مدرس او هذا في الجامعة في ثلاثة وثمانين من ثلاثة وثمانين الى سبع وثمانين دخلت في حلقات ممنهجة بدأت بالتفسير والسيرة النبوية وقالوا لي بالنص عشان الاخلاص وما يحبط عملك لا تخبر احدا بهذه الحلقة الخاصة السرية عشان ما يحبط عملك لا تخبر ابوك ولا امك ولا اخوك ولا ابدا خلك فعلا ما كان حد يدري بهذه الحلقة اللتين وانا في الجامعة طب ولكن لم تكن تشعر بان هناك مشكلة انت تدرس علوم شرعية القرآن والسنة والتفاسير وعلى الرغم من ذلك كانوا يطلبون منك ان لا تخبر احدا يعني هم يركزون بطريقة خبيثة على جانب الاخلاص حتى يكون عملك خالص الوجه لا تخبر حتى ابوك اخوك فانت تتوقشان في مقتبل العمر وتريد الخير يعني فبدأنا بالسيرة والتفسير وكان فيه تدرج بعد السيرة والتفسير كتب القرضاوي واشرت كتب مصطفى مشهور وماذا يعني التمال الاسلام وفتح وهل ما هل مسلمون محمد قطوب تدرج الى ان وصلنا الى هذا الكتاب الخطير الذي درس قبل ما تدخل التنظيم باخر فصل سمسر دراسي يركزون على هذا الكتاب لو سمحت لأقرأ مقطع بتأكيت بتأكيت فترة شوف كيف انا ترى درسته ودرسته يعني انا درست هذا معتمد عند التنظيم الدولي اي واحد يدخل اخوان في اي مكان التنظيم في سعودية في امريكا في مصر في زائر في كولومبيا لازم يكون عنده المعلومات هذه وانه هو صادق امين ما كنا نعرفه لكن مؤخرا من هو صادق امين هذا هو صادق امين انا ما اعرف منها صادق اسم حركي ما تركت التنظيم هات انه عبدالله عزام هذا الكتاب انت تقتنع به وانا ما تدخل التنظيم مثال مثالين شوف يقول لك بدايات طبعا هو يذكر الجماعات وفي النهاية يرجح ان جماعة الاخوان هي جماعة المسلمين ان واقع البشرية الان استناد الى المفهوم السابق يناقض لا اله الا الله فالحكام لا يحكمون بما انزل الله وانت ماشي طبعا اول من قال ذلك سيد قطب حينما قال ان الامة قد ارتدت حتى ولو كانوا يرددون في الاذان لا اله الا الله محمد رسول الله قال الامام الفوزان العلامة هي اتكبر العلماء ان هذا الكلام كلام من غلات الخوارج غلات الخوارج طيب يعني حتى لو فهم يصيرون على منهج سيد قطب وان كانوا في التكفير وفي ان الامة المجتمع الجاهلي وان كانوا لا يصررون ايضا في نقطة يقول ان تعنى الجماعة اول ما تعنى بتربية افرادها بعد انتشالهم من الواقع الجاهل شوف هذا ان درسناه ودرسناه ايضا ان تتخذ الجماعة هذا كلام خطير جدا يعني كل ما يحصل من قتال ودماء اليوم انظر الى اللي درسناه وحنا ما نعرف ذلك الزمان ان تتخذ الجماعة كل ما تستطيع من اسباب شرعية لانتوجهات لإقامة دولة مسلمة تأخذ على عاتقها إقامة حكم الله ثم تنطرق في الارض تطهرها من عبث الشياطين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله على ان تكون الجماعة على وعي تام بانها قبل ان تصل الى تحقيق فهذا الهدف لابد لها من الصدام مع الطواغيت الذين يعبدون الناس الانفسهم من دون الله فهذا درسناه اسمحني يا شيخ ودرسناه تعوى الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية وانظر الى متى كنتم تتعرضون الى كتب من هذا النوع في اي مرحلة من مراحل في الجامعة تجنيدكم داخل التنمية في الجامعة يعني في عام 87 انا تم دعوتي الى دخول للتنظيم تنظيم في 87 وهذا اخر كتاب قرأته من 83 في حلق بدأنا بالقرآن والسيرة وانتهينا بهذا الكتاب طيب انت قلت نقطة مهمة دعوة للانضمام الى التنظيم هل كان هناك دعوات رسمية اما المسألة كانت كما كانت قبلا استقطاب طلاب فيهم نوع من الاتزام الى حلق الذكر حلق الذكر وما الى ذلك لا دعوة ندعوك للانضمام الى انا في تنظيم الاخوان المسلمين في السعودية هل كان هذا شافهي شافهي نعم هل تقبل والاشخاص الذين دعوك هل كانوا سعوديين ام مصريين سعوديين ما فيك سعوديين وهل تقبل طبعا حسب التراكمات فيه بلناس ما يقبلون أنا عرف بلناس قالوا لا نقبل وذهبوا قالوا لا نقبل اما أنا قلت تقبل وغير كثير والسبب السبب اني نشأت من البداية على ان هذه دعوة الى تغيير واقع المسلمين وخلافة قادمة وان ما يحصل اليوم من حكام المسلمين وحتى حكام البلاد هنا انها يعني ضد الدين وانها يعني مع امريكا كم مرة تكلموا في عهدنا على الملك فهد رحمه الله كلام عظيم والشيخ زايد كانوا يستهزمون بهم في الخلايا واتهمونهم في الباطن وفي الظاهر ولكن نؤكد ان كل ذلك كان بشكل سري تام ولا يتم في العلد ابدا في العلد ربما يتملقون انا في ناس اعرفهم كانوا اسميتهم ثوار في المساء بطحيون في الصباح اجدهم عند الامارة يعني شيء غير طبيعي واهدافهم واضحة واستئصالية يعني يعني ما في لا يمكن ان يتراجع ابدا عن الهدف وفي مرجعية في مرجعية لان المرجعية تأتي من التنظيم الدولي فاصل قصير متابع بعد سروا معسكرات التجنيد والتدريب التي اقامها الاخوان في الجامعات السعودية نحن الان لدينا فرصة كاملة بنتعرف على تنظيم من الداخل خالد بن ثامر سبعي عندما قال نعم وانضم الى تنظيم الاخوان في السعودية هل كان له ادوار داخل التنظيم حتى نتأكد بانه كان هناك بالفعل تنظيم للاخوان في المملكة العربية السعودية كل واحد ينضم الى التنظيم في السعودية له ادوار يبدأ بدور بسيط ومحدود ويختبر كذلك هل يستحق القيادة وان يسلم مناصب قيادية في التنظيم ولا ما يستحق وفي ناس يعني يظل عضو عامل الى ان يشيب لانه ما عنده مؤاهلات ولا عنده مهارات كما هم يرون وفي ناس لا يصلون الى مناصب قيادية ويتحولون الى انه يمسك مثلا منطقة كاملة وتحتها عداد كبيرة جدا وربما يذهب ليلتقي بالتنظيم الدولي وفي دورات موجودة كان هناك دورات يحضر فيها قيادات الاخوان في العالم مثل مصطفى مشهو مثل الراشد مثل القرضاوي مثل الزنداني مثل طيب ولكن ويذهب اليه القيادات الشابة السعودية التي يعول عليها ويحضرون دورات مكثفة طيب ولكن ما شعار او عنوان تلك الدورات هل كانت مثلا دورات دعوية ومؤتمرات اسلامية اماذا أشكرات خاصة بالتنظيم الدولي وبالاخوان ونحن كنا نقيم معسكرات في البر موجود عن طريق الجوالة في جامس الملك فهد شعار جوالة ونروح معسم شعار جوالة ولكن الحقيقة انه معسكر لتعليم الشباب والاخوان تنظيم وفيه معسكرات عامة دعوية وفيه معسكرات خاصة للي في التنظيم فقط الناس الذين في التنظيم فانت مثلا انا مدأت عضو بعدين اصبحت تمسكت مجموعة عمل بعدين وصلت الى نرحلة اللي يعتبرونها قيادي اللي هو نقيب عندهم مسميات فالنقيب هذا يكون مسؤول عن تسعة او عشرة من التنظيم الاخواني مثلا فيكون هو الرابط بينه وبين القيادة يعني انا عندي قايد فوق فوق النقيب انا خمسة نقوة بكل واحد عنده عشرة انا نلتقي بقايد هو يوجهنا وهو ياخذ قيادة ياخذ الاخبار من القيادة وهكذا فبثلا في حرب الخليج كانت تأتينا التوجيهات من فوق من الهرم على ينزل 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 لين يوصل الى العضو البسيط توجيهات بماذا ما هو دورك في الازمة وشالشي اللي تقوله في المجالس كيف التأييد كيف تهيج فاهمك اصدي طيب كان الاخوان في تلك الفترة في موقف مضاد اهده لموقف المملكة من تلك الحروب نعم وهذا كان وهذه كانت وهذه كانت توجيهات من التنظيم الدولي لانه الان كانوا في موقف مضاد وخرجوا في محاضرات وفي ثورات وفي اي شرطة تكست كان تذكر وهذا ما هو رأي الدولة ولا رأي الشيخ منباز ولا رأي ابن عثيمين العلم الكبار هذا رأي المرشد في مصر ولكن لم يكن ذلك هو تيار الصحوة وليس جماعة الاخوان وهم اللي يحركون الصحوة هل رأيت واحد من مشايخ الصحوة المشهورين الان تكلم يوم الايام في قضية وكان مع الدولة ولا كل كلام ضد الدولة كل ليش لانه يتبع يتناغم مع قرارات التنظيم الدولي لان اللي هنا في السعودية وفي الخليج هؤلاء أخذني أقول لك خدام ما يراهم المرشد المصري شيئا أبدا إنما كما قال عبدالله النفيسي في كتابه رؤية مستقبلية في الحركة الإسلامية وأوراق النقد الذاتي قال هم كالبقرة الحلوب نجوم المال نجوم المال بس هم وذلك في مجلس الشورى في تنظيم الدولي ثلاثة يعينه المرشد من نفسه واختاره من نفسه اثنين من السعودية واحد من الكويت واحد من الإمارات ليش؟ لأنهم هم اللي يجبون الأموال وأنا أعرف المرشد أو خلني أقول المراقب اللي كان في الكويت أخبرني أحد قياداتي الأخوان أنه أوقف أبراج للتنظيم أوقف وقف أبراج فهم يعني يستخدمون أخوان السعودية والخليج فقط لكن ليس لهم قرار ولذلك هم يتناغمون هنا مع أي قرار في حرب الخليج التنظيم الدولي كان ضد ضد مع صدام حتى إخوان الكويت وقفوا موقفا محرجا وكانوا مسمها من إخوان لكن بعدما أخذ الشعب الكويت موقف من تنظيم الإخوان ويسمعوا أنفسهم هذه من الحركات الحركة الدستورية ليس لأن الكويت أخذوا موقف ففي قيادات وتدرج في القيادات وهكذا فيعني موجود 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 طيب اسمحني بهذا المداخلة في الوقت الذي تقول بأن هناك تنظيم بالفعل لجماعة الإخوان في المملكة وأنه علاقة بالتنظيم الدولي هناك آخرون يقولون بأنه لا يوجد أي تنظيم للإخوان في السعودية وأن المسألة هي فقط تيار إخواني هذا كلام مردود طيب على افتراض أني أنا لست في التنظيم ولم أرى هؤلاء في الخلايا يوجهون اليوم سبحان الله بعد الربيع العربي كما يقولون صرح الإخوان أنفسهم أول زيارة المأمول الهضيب في 71 اجتمع بالتنظيم الدولي في مكة وهذا مدوم في الكتب التلمساني في 76 أخذ البيعة في جدة سريا وهذا مدون في جريدة القبس موجودة الكويتية في 76 القرضانوي بنفسه اعترف في المصر اليوم وقال أننا كنا نجتمع لقاءات التنظيم الدولي شف كيف الخبث كنا نجتمع في الحج والعمرة وهذا إعلان مؤكد وفيه اعتراف كبير جدا أن التنظيم الدولي يجتمع في الحج والعمرة والذي ينسق له تنظيم الإخوان في السعودية وخيرة الشاطر ذكر في مقطع في اليوتيوب في معسكر في 2012 حينما حكموا جاء بالإخوان وهو رحب بالإخوان في كل مكان قال مرحبا بالإخوة في مصر ومرحبا بالإخوة من خارج مصر وهذا معسكر حذرت خيرة الشاطر وكذلك حذرناه في السعودية وفي كل مكان قال آخر آخر معسكر حضرته كان في السعودية في مريزيا ثم معسكر في السعودية خيرة الشاطر اللي مطلوب في أماكن كثيرة يجي سعودية سوى معسكر ثم يسرح ويقول آخر معسكر حضرته في السعودية أليس هذا دليل على أن في تنظيم في السعودية في المقابل أيضا هناك من يقول بأن مكة والمدينة ما هو أفئذات المسلمين في كل مكان وبالتالي فرصة لاجتماع طيارات مختلفة وليس المسألة لا علاقة بالمملكة كدولة إذا هي طيارات أنا ما عندي مشكلة لكن تنظيم يجند الشباب السعودي ضد دولته وقد أخذ الملك فيصل ورحمة الله حينما استضاف الإخوان وحصل بينه وبين منع القطان أو مثل إخوان شروط هم الآن طلدوا والسعودية استقبلتهم وكذلك الكويت والإمارات وما شفى ذلك وقال بشرط أن لا تجند الشباب السعودي ثم يخون ويجند الشباب وكان أول من جند الشباب السعودي هو منع القطان الذي أكرمته هذه الدولة ومكنته في التعليم في كل مكان وغدر بها منع القطان وهذا بشارة الكثير نهاية هذه الحلقة من صناعة الموت في الحلقة المقبلة نتابع المزيد من التفاصيل حول تنظيم الإخوان داخل المملكة وتغلغله في الجامعات والمدارس ومناهج التعليم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر